أتدرون من المهاجر ما الهجرة أفلت خلاص لأنها مرحلة زمنية وانتهت قالوا لا يا رسول الله الله رسوله أعلم قال من هجر ما نهى الله عنه شوف 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 التوسع بقى وده المعنى الخاص الترك المعاصي يبقى أنا عايزة أبقى مهاجر طب يا ربي أنا نفسي أبقى مهاجر زي سيدنا عمر وزي سيدنا أبو بكر وزي الأكابر أعمل إيه أهجر ما نهى الله عنه اتركه يا أخي لأنه ما عندناش هجرة إيمان لأنه ما عندناش مكة وما عندناش مدينة وما عندناش انتقال من هنا الهنى وما عندناش القصة دي ليه لأنه لا هجرات بعد الفتح افرد واحد كان في مكة راح المدينة بعد الفتح أهلا وسهلا أنا على فكرة أنا من المهاجرين مش انتوا انتقلتوا من مكة للمدينة أنا انتقلتوا من مكة للمدينة هم نقولوا لا يا حبيبي دي خالصت دي كانت مرحلة وخلصت لأنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني مرة من الترائف إنه الإمام ابن حجر العسقلاني شرح البخاري شرح ماتع كويس أوي ما سابش شاردة واردة إلا لما فصلها وشرحها فسمى الشرح بتاعه فتح الباري شرح الصحيح البخاري فجوم قالوا للشوكاني لما ألف نيل الأوطار وألف السيل الجرار وألف كذا إلى خليل وشافوه علامة يعني كده ما تشرح لنا البخاري فقال له هجرة بعد الفتح اللي هو فتح مين ابن حجر العسقلاني ولكن جهاد ونونية بس إحنا نقرى الفتح ونفهمه ونستوعبه وندرسه وناخد منه الفوايد ويبقى كفاء علينا كده ده كلام الشوكاني في فتح ابن حجر العسقلاني المصري رضي الله تعالى عنه أرضه فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية عدم التفرقة بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية وما بين العام وما بين الخاص واللخوة وما بين الإيمان وما بين الأمن هو السبب في هذا ولذلك احنا بنقول يا جماعة احنا بنعالجه مسائل وقد تكون مسائل ميزة حرارة مع البتاع لكن لا ده احنا بنبين لكم مناهج التفكير التي اختلفنا فيها مع أولئك الإرهابيين ولما إذا ما تركت مثل هذه الأشياء ومنطقية الترتيب وإدراك اللغة فإن الأمر سيؤدي إلى وجود المفسدين والتلاعب بالنصوص ورفض الفهوم الصحيحة والتمسك بالخيالات المريضة إلى آخره ترجمة نانسي قنقر